موسيقى السلام عليكم متابعي دراما سبورت منتخبنا حيشارك بدورة دبي الدولية للمنتخبات الأولمبية هاي الدورة رح تبدأ من يوم 13-19-2019 ليوم 19-19-2019 إذن مدة دورة دبي الدولية 8 أيام منتخبنا حيلعب بهاي الدورة 4 مباريات أي بمعدل كل يومين مباراة منتخبنا وبحكم الجدول السابق كان حيلعب مع منتخبات أوزباكستان السعودية الإمارات وكوريا الجنوبية لكن بقدرة قادر تحول الجدول وصرنا بدنا نلعب مع منتخبات البحرين العراق الإمارات وكمان الأردن الاتحاد الإماراتي قام بتغيير جدول المباريات وخلانا بدل ما نلعب مع أوزباكستان كوريا الجنوبية والسعودية نلعب مع العراق نلعب مع الأردن نلعب مع البحرين هاي المنتخبات اللي عم نلعب مع من سنة لهلأ أغلب المباريات الودية حتى الكادر الإداري والفني بقيادة الكابتن أيمال الحكيم طالبوا بتغيير جدول المباريات كون نحن بالفعل نلعب مع المنتخب العراقي والمنتخب الأردني بشكل دوري يعني بصراحة ملينا أكيد المنتخب العراقي كمان بنفس الفكرة يعني كمان مو حابين نلعب مع منتخبنا لأنه ملوا من طريقة لعب منتخبنا وملوا من منتخبنا كذلك المنتخب الأردني والبحريني فكنا حابين نلعب بدور الدبي مع منتخبات مختلفة منتخبات شرق آسيوية دور الدبي حيشارك فيه المنتخب كوريا الجنوبية السعودية وأوزباكستان والإمارات العراق الأردن البحرين وسوريا يعني 8 منتخبات لكن احنا ما حنلعب مع المنتخبات الشرق آسيوية هذا الشيء بصراحة المحزن بهذا الجدول اللي صار فينا كمان يعني قرار الاتحاد الإماراتي والشركة الراعية قرار سيء بالنسبة للمنتخب السوري وحتى بالنسبة للمنتخب العراقي والأردني المباراة الوحيدة اللي ممكن نستفيد منها هي مباراة منتخبنا مع منتخب الإمارات الأولمبي مستضيف البطولة وكمان بالمباراة الافتتاحية يوم 13-11-2019 مباراةنا الثانية حتكون مع منتخب العراقي يوم 15-11-2019 مباراةنا الثالثة مع الأردن يوم 17-11-2019 ومباراةنا الأخيرة مع منتخب البحرين يوم 19-11-2019 إذن مثل مو شايفين يا شباب جدول مزدحم بالمباراة أربع مباراة خلال 8 أيام كل يومين في مباراة مع منتخبات الإمارات العراق الأردن والبحرين بنتمنى أنه الدورة نستفيد منها كمنتخب سوريا أكيد كان بودنا نلعب مع منتخبات أفضل مع منتخب كوريا الجنوبية منتخب أوزباكستان لكن الاتحاد الإماراتي والشركة الراعية فضلوا أنه المنتخبات كوريا الجنوبية وأفضباكستان والسعودية والإمارات يلعبوا مع بعض بينما نحن جماعة بلاد الشام حطونا مع بعض لذلك بصراحة كنت بتمنى أنه على الأقل نلعب يا مع أفضباكستان يا مع كوريا الجنوبية لنستفيد من هذه الدورة بشكل أو بآخر بخصوص نظام بطول الدورة الدبي الدولية فكل منتخب رح يلعب أربع مباريات ورح يتم حساب نقاط هذا المنتخب المنتخب الأكثر حصدا للنقاط هو اللي رح يربح بدورة دبي لذلك فينا نحكي أنه هذا نظام من دوري من مرحلة واحدة لكن مو كل المنتخبات رح تلعب مع بعضها مو كل المنتخبات المشاركة الثمانية هتلعب مع بعضها فقط أنت هتلعب أربع مباريات وعأساس هالأربع مباريات رح يتم حساب النقاط عموما يا شباب بنتمنى الفوز لمنتخبنا بمباريات دورة دبي بنتمنى التوفيق لمنتخبنا وللاعيبة منتخبنا هلا حنعرض قائمة المنتخب المشاركة طبعا هاي القائمة طلعت قبل يومين ثلاثة شفنا تواجد سيمون أمين من الدور السويدي أحمد عثمان من الدوري النيوزلندي لعيبة رح يلعبوا من خارج سوريا مع المنتخب السوري الأولمبي وأكيد بقية اللاعبين من الدور السوري لعيبة صالون أكتر من سنة سنتين عم يلعبوا مع المنتخب لذلك أنا متفائل بنتائج هذا المنتخب وإن شاء الله نحقق نتائج جيدة وحتى لو ما حققنا نتائج جيدة فالمنتخب ما نمطالب بالوقت الحالي بأي شيء غير أنه يلعب بشكل جيد تقديم مباريات جيدة نوعا ما لأنه نحن كل هالمباريات استعدادا لكاس آسيا للمنتخبات الأولمبية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية إذن يا شباب خلونا مع قائمة المنتخب الرسمية لدورة دبي الدولية وبعدها مع فقرة التعليقات الأخ أمير الأحزان عم بيسأل في عندي سؤال بتمنى تجاوب عليه بتعليقك هل لاعب ليش بيشيل شعر رجل ومحل العضل وهل هذا حرام أو حلال بخصوص الحرام والحلال أنا ماني مفتي الجمهورية لحتى حلل ولا حرم هذا الشغلة ما أنا شغلتي بالأساس لكن بخصوص شعر الرجل للعيبة فهي بسبب عاملين رئيسيا العامل الأول تسويقي لعيبة أوروبا هلأ مو مثل الأول كانوا ما كان في لا إنستجرام ولا فيسبوك ولا في إعلانات بالوقت الحالي اللعيب بيحتاجوا لإعلانات لأبراز العضل لهيك شغلات يعني موضوع تسويقي أكتر من كونه يعني موضوع زو فائدة رياضية أما العامل الثاني كمان عامل مهم جدا هو المعدل بدني اللي بيحط كريم أو بيحط أي شي للاعب بعد المباراة فأكيد مع وجود الشعر فهذا الشي يعني غير مريح بالنسبة للمعدل بدني ليساعد اللاعب بإراحة العضلة أو هيك نوعية من الشغلات فلذلك موضوع الشعر هو مانو هالموضوع يعني اللاعب مانو مجبور يحلق شعر رجلو يعني لا بالدوريات الأوروبية ولا بالدوريات العربية في لاعب مثل محمد صلاحة إسا موجود يعني وعم بيلعب لكن ما حلق شعر رجلو لأسباب ممكن تكون دينية أو لأسباب عقائدية أي شي اللاعب حر بهذا الشي لكن شفنا من فترة كان حلق شعر صدره وما حلق حكو معه شي فلذلك يعني الموضوع عامل تسويقي وعامل مساعدة المعدل بدني لإراحة العضلة وكمان ليشتغل صح لذلك موضوع الشعر هذا هو يعني بشكل أو بآخر ما بيحتاج لأي تأويل أو لأي يعني فوائد تانية مثل فوائد السرعة أو فوائد ما لا بتضر ولا بتنفع أما بخصوص حرامة وحلال بصراحة لاني مفتي الجمهورية ولا بعرف شي بالموضوع الأخ عنتر بيلال بظن اسمه عنتر الله يعطيك العافية دكتور داني بدي أسألك أي نادي أوكراني بتشجع وبدي تقول لي إذا متهتم بالدور الأوكراني مثل اهتمامك بالدور السوري نادي أوكراني النادي اللي أنا بشجعه هو نادي ميتاليست خاركف لكن للأسف بعد الحرب بأوكرانيا بين أوكرانيا وروسيا فالنادي فيك تقول إنه خلاص التغى بحكم إنه مدينة خاركف كانت مدينة فيها حرب ووضع النادي كان جدا سيء لكن بالوقت الحالي عم شجع دينامو كيف الدوري الأوكراني أنا مهتم فيه بشكله وبآخر بس عم تابع النتائج بصراحة لكن دائما الدوري الأوكراني معروف المنافسة موجودة فقط بين دينامو كيف وشختار دانيتسك وأحيانا دنيبر بيتروفسكي لكن بشكل عام هو دوري ممل لأنه عم تشوف منافسة بس بين ناديين نادي شختار اللي عم بيضم عناصر ولعيبة الغالبية العظمة من البرازيل محترفين من البرازيل بينما نادي دينامو كيف أكتر أوكراني يعني أكتر بيحبوا لعيبة المنتخب الأوكراني فهذا هو الفرق واهتمامي فقط بالنتائج الأخ عماد بلال عم بيسأل أخ داني أيمت حتنزل أسماء اللاعبين المشاركين بلعبة الصين والفلبين أنت عم تقصد قائمة المنتخب الرسمية بظن يوم السبت أو الأحد حتكون القائمة موجودة الكابتن فاجبراهيم عم ينتظر لنهاية الدور يلا يشوف من اللاعب ممكن لعيبة تنصاب ممكن لعيبة ما تكون جاهزة فلذلك يوم السبت أو يوم الأحد حتكون القائمة الرسمية بإذن الله هذا كل شي حبيت أحكي عن دور الدبي الدولية بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر